معلومات من مصادر موثوقة تأتي في إطار هذا التصعيد الذي يمارسه النظام الجزائري ضد كل ما له علاقة بالمغرب حتى لو كانت هذه العلاقة ما عندهاش حتى ذنب لصحبه مثلاً واحد ولد في المغرب جد والد في المغرب في أيامات الثورة أو باباه صار هذا الأمر مجرم لدى النظام تخيلوا واحد جده زاد في المغرب وهو جزائري يعتبر جريم واحد جده مغربي أبو أمه وأمه تزوجت باب والده جزائري أصبحت جريمة في نظر النظام قد يسأل سائل منين جبت هذا الكلام أنا أقول لكم معلومات من مصادر موثوقة وهذا الأمر بدأ منذ فترة عملية ممنهجة لطرد العسكريين في قوات مختلفة عندهم أجدادهم إما ولدوا في المغرب حتى لو كانوا جزائريين أو أنهم مغاربة جدوا من الأم تخيل واحد أمه باباه مغربي وتقرأها أمه مثلاً جزائرية ومن زمان ربما باباه هذا ولد في المغرب فقط تعاش كل حياته ومات في الجزائر الآن حفيدها وابنها وحفيده ليس له الحق أن يبقى في المؤسسة العسكرية فتم طرد العشرات من العسكريين من قوات الدرك من الاستخبارات من كثير من الأمور ومساكن في صمت لا يتجرؤون على الكلام لأن جده إما مغربي أو جزائري ولد في المغرب شوف وين وصلنا في حين أنه الأمين العام لجبهة التحرير هذا البعجي زوجته مغربية راحوا جنسوا له فيهم مسؤولين جزائريين بناتهم متزوجين مع مغاربة ولا تكلموا بل فيه مسؤولين جزائريين متزوجين بمغربيات ولا تكلموا عليها الآن توصل الدرجة تفتش في أرشيف ما ذنب هذا العسكري ليخدم في الجيش ولا يخدم في الدرك ولا يخدم في المخابرات أو شيء من هذا القبيل أنه جده ولد في المغرب ولا ره مغربي وبعدين هو جزائري يحمل الجنسية الجزائرية ولد على طراب الجزائر تربى ودرس في المدرسة الجزائرية ما ذنبه أنه أمه أصلها مغربي أو أنه جده ولد في المغرب كثير من الجزائريين ولدوا في المغرب بل تفليق أحكمكم وركعكم وضعكم تحت أقدامه على مدار عشرين عام بل حطكم تحت كورسي متحرك وهو مولود في وجد بل عبدالقادر بن صالح مغرب بن بل قالها بنفسه مغرب وزير الداخلية من قبل يعني يراهم كثير من المسؤولين يا مولودين في المغرب يا أصلهم مغرب الآن توصل إلى هذه العملية غير المسبوقة حقيقة أنه مصادر لما حكيت لهذا الأمر وهذه مصادر من عمق جهاز أمني تحدثت من أنه بدأت العملية في جهاز المخابرات ثم بعد ذلك لجأت إلى القوات الأخرى عملية ممنهجة فيهم ناس جدوا فيهم أشخاص جدودهم غاربة وفيهم أخرين ما هم شم غاربة جزائريين لكن ولدوا في المغرب مثل بوتفليقة تم طرده بلا حقوق وعلاش كاين اللي قالوا لهم علاش ما بلغتوش كيفش نحن بلغ أمي جزيرية باباها مولود في المغرب كيفش هذه نعتبرها جريمة خبرتونا ولا شيء هذه يدير فيها بواحدة طريقة عجيبة وموجودة بداها حتى هذا كانت تعالى الجنرال ألحاجن تعالى الدرك الوطني هذا الفاسد هذا الفاسد الذي يمارس واحد الممارسات في الدرك الوطني عجيبة وغريبة يطرد في الناس يقطع لهم خبزتهم يدير أوامر بأنهم ما يأخذوش حتى تقعدهم يعني من سيوقف هذا السفاح هذا اللي يملفه أزود في الأماكن اللي يخدم فيها روحوا وشوفوا باشكين يدير في الحدود كيفش يتورط مع الناس متع التهريب وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن ما يأهم الآن أنه يوصل الحال بجيش يصفي نفسه من جزائريين عندهم أشقاءهم معارضين للنظام أطردوهم جزائريين عندهم خوتهم في الحراك الشعبي روحوا ديرهم مشاكل جزائريين يصلوا متدينين آه هذا ما عندهم يشكلوا خطر بالتطرف الديني أطردوهم ذلك وصلوا الجزائريين جدوا مولود في المغرب آيا أطردو يعني لما حكوا هالي والمصدر التاعي أحكى هالي قال لي حدثت في جهاز المخابرات بدأت هناك وبعد تمدد وهذا مصدر يعني مستواه كبير في الجزائر العاصمة وعنده اطلاع يعني ما تقدرش تتصور إلى اطلاعه على هذه الأمور يعني راه حكالنا العجب العجب إذن إخواني الكرام ما يجري حقيقة مؤسف وموجع ومفجع يعني يصبح يعني لو الجزائري هذا العسكري هذا دير مخالفة خطأ معليش يتحاسب ولكن ما توصلش الدرجة أنك تقطع له خبسه دير خطأ كبير ترجعوا البيت وخليه يوخل تقاعدوا يعني توصل تطرد واحد عنده ربع أولاد وعنده عائلة ترميه من العمل نحيله التأمين ما تعمله حتى أجر يعني بالله علي كيف رح يصرف على العائلة هذه واحد تلقاه قاضي قعد في الجيش عشرين سنة ولا قريب خمس وعشرين سنة وهو بعزته كرامته فجأة يطردوه ويخلوه ذليل بين أهليه كيفش تعود تعطي قيمة إلى المؤسسة العسكرية والآن تلجأ يفتشوا في الأرشيف آه هذا جده والد أمه راه مولود في المغرب ولا والد باباه راه مولود في المغرب يوم بعد أنت الناس يجوا من بلادهم يصيروا وزراء في كندا في بريطانيا في فرانسا صبحوا حتى مستشارين رشيدة داتي صبحت وزيرة العدل حافظة الأختام في رئاسة الجمهورية وانت تعرفوا أصلها ما جايش قالوا لها أنت ركي أصلك جزائري ولا أصلك مغربي ولا أصلك موزنبيقي جيتوا ساركوزي أصلا ما هوش أصله فرنسي وصل أصبح رئيس الجمهوري وروح وروح كثير من المسؤولين رهم وصلوا مناصب بل أنه الجاليات مختلفة بمجرد عنده الجنسية يعمل في الأجهزة يعمل في الإدارات يعمل كذا وفيهم قضاة فيهم كذا ولا يسألوهم انت جيل ابن جزائري أب عن جد ذنبه أنه والده أو جده ولد في المغرب تطرده من العمل هذا عمل مافيوي هذا عمل يعبر على فوبيا حقيقية لدى النظام الجزائري تجاه المغرب وأنا عندما أعلمت بهذه المعلومات منذ فترة ما حبيت نتحدث عليها ولكن لما بدأت تتصاعد وفيه ناس عندهم ولادهم وطردوهم أهلا الأوان أن نتكلموا عليهم نتكلموا عليهم المؤسسة العسكرية ليست ملك الشنقريحة ولا ملك ألحاج ولا ملك جبار مهنة ولا ملك تبون ولا ملك أنا لو بقيت فيها لأنه لو بقيت في هراني جنيرال حقيقة يعني ولي ملك أحد المؤسسة العسكرية عندها قوانينها واحد يعمل فيها راه يخدم تروح تلقى له جده جده مولود في المغرب ولا مغربي تروح تطردوه والغريبة يطردوهم لا حقوق ولا تقاعد ولا شيء رغم أنه التقاعد حقه راه كان يعمل ويدفع فيه ثمن تقاعده راه فلوسه كان يدفع فيها يدفع فيها من قبل وخلاص بعد يدي التقاعد ويأخذ فيه الأموال انتاعه يعني شوف الحالة اللي وصلنا لها مؤسف جدا أن يصل حال الجزائر أنها تصير تمزق في جلدها بنفسها تضر بأبناءها تضيع أولادها تحطم لهم مستقبلهم بفوبيا المغرب لو كان هذا شخص دار غلط أنا لقيته تواصل مع الأجهزة المغربية من حقك تقدموا للمحاكمة وإذا ثبت عليه الأمر بالدليل ما هل يش لكن تطرد بقرار لا قضاء ولا أي شيء آه بابها جد مغربي أي يروح جد مولود في المغرب أي يروح لدارك يعيطوله فجأة نروح حز الباكاج تعكو روح تروح ما ولتش دولة هذه ما ولتش دولة هذه من المفروض حتى يخطأ خطأ يتعاقب يتأخر في ترقيته في الرتبة يتنحى منك المهام من تاعه تحطه في برصة أخرى وتخليه مارس مهام وعليش تضيع له مستقبله ما ذنب أسرته أولاده وزوجته عندهم ذنب أنه جد أبوهم ولد في المغرب يعني شفت الحالة اللي وصلنا لها فوبيا المغرب واش دارت فيكم يا جزائريين بسبب هذا النظام العسكري الرخيص البائس بمعنى الكلمة الذي لا يحترم قوانين ولا يحترم مواثيق ولا يحترم عهود ولا يصنع مستقبل للبلد أنت تلقى أولادهم رهما متعينين يعملوا فيه أجهزة الاستخبارية ومتزوجين مغربيات وما تطردهمش زوجته مغربية اللي يدخل معها الغرفة نوم وعايشة معاه توكل فيه وتشرب فيه راهي مغربية البعجي هذا اللي يقود في حزب جبهة التعريز زوجته مغربية وجنسوها هنا هنا عندها فطرة صدر مرسوم تم تجنيسها هذا فقط يعني هذا ما تكلموش عنه واحد جده مولود في المغرب آه يطرد من العسكري لأنه يستهدفوا في الزواولة واللي ما عندهمش كتاف لأنه جينيرالات حقارين لأنه لو كانوا جينيرالات يحترموا القوانين لا روح روحوا تبقوا على ولادكم انتوما ولادكم انتوما اللي يروحوا للخارج وطلقاهم عندهم علاقات مشبوهة كل ويهربوا في الأموال وكذا ما يهضروا شعليهم يجي واحد زوالي على روحه يخدم على أسرته جدوا مولود في المغرب ولا مغربي آياء أطردوا واقطعوا القسم امتاعه واقطعوا مستقبله ودمروا بهذه الطريقة أعتقد أنه ما يحدث مهزلة حقيقية يجب أن تتوقف ولن تتوقف إلا بكشف هذه الممارسات وسنبقى لها بالمرصاد ما دام بنا عرق ينبض لأننا نرفض الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم الذي حرمه الله على نفسه قبل أن يجعله بيننا محرمة بل أنه البغي والظلم من الأشياء التي يدفع فيها النساء ثمن في الدنيا ولا يؤجل إلى الآخرة إلى جانب عقوق الوالدين وإلى جانب قطع الأرحام ثلاثة أشياء رب ما أجل العقوبة لها إلى يوم القيامة بل ينال الناس جزاءهم في الدنيا واعتقد الممارسات والظلم الذي يمارس هؤلاء الجنرالات سيدفعون ثمنه في الدنيا وإن نجوا سيدفع الثمن أبناؤهم فالحق سيبقى حق وإن كان الآن جنرال فلاني ولا العلاني راهوا متصلط وولاده يعيثون في البلاد فسادا تأكدوا يقين أنه سيرحل وحينها سيحاسب كل من أجرم بحق الجزائريين وبحق المال العام وأساء لقيمة الجزائر وقامتها بين الشعوب والأمم واذكروا كلاه الجنرال اشتركوا في القناة